مساء الخير أجواء باردة وجافة العظمى في العاصمة عمان سجلت خلال ساعة نهر اليوم 12 درجة مئوية رياح نشطة أيضا أثارت الغبار والأتربة أيضا زخات من الأمطار كانت في المناطق الجنوبية أو في مناطق محدودة من الأجزاء الجنوبية حاليا أجواء باردة نتحدث عن 10 درجات مئوية رياح نشطة سريعة مثلا 24 كم في الساعة تثير الغبار والأتربة في عموم المناطق خاصة طبعا المناطق الصحراوية وأيضا هذه الرياح رياح شرقية فبالتالي تزيد من الإحساس في البرودة هذه الليلة تتراجع أكثر درجات الحرارة تستقر حول 3 درجات مئوية أجواء باردة بشكل لافت في معظم مناطق المملكة أجواء هذه الليلة متوقعة أن تكون مغبرة الرطوبة تصل فقط إلى 15% وتزداد سرعة الرياح كما نشاهد تصل إلى 29 كم في الساعة خلال ساعات نهار الغد ترتفع درجة الحرارة في العاصمة عمان المناطق الغربية المناطق المرتفعة من العاصمة العظمى تسجل تقريبا 10 درجات مئوية فقط أتربة مثارة بسبب نشاط وسععة الرياح خلال ساعات نهار يوم الغد تصل إلى 32 كم في الساعة والرياح تبقى شرقية تزيد الإحساس في البرودة كتلة هوائية طبعا باردة وجافة تؤثر على المملكة خلال الأيام القادمة أيضا طبعا درجات الحرارة الصغيرة لهذه الليلة نعرضها الآن وأيضا العظمى ليوم الغد هذه الليلة في إربد أربع درجات مئوية فقط رأس منيف درجة مئوية واحدة المفرق أربع درجات جرش خمس درجات غدا في جرش أربعة عشر السلط أربعة عشر في عجلون أربعة عشر درجة مئوية الليلة في الزرقاء خمس درجات في السولح أربع درجات غرب العاصمة ثلاث درجات فقط غدا منطقة مطار الملك علياء دولي أربعة عشر درجة غرب العاصمة 10 درجات مئوية في الفحيس 14 الليلة في مرج الحمام 5 درجات في مادبة 4 درجات البحر الميت 18 غدا في البحر الميت 23 الكرك 14 والأجواء مغبرة عموما في أغلب المناطق في معان 4 درجات الرشادية درجتين فقط في وادي رم 10 درجات غدا وادي رم 17 العقبة العظمى 23 درجة مئوية الرويشد هذه الليلة ناقص 2 الصفاوي 3 درجات غدا في الأزرق تلامس 15 درجة مئوية الجفر 14 درجة مئوية خلال الأيام القادمة طبعا تتراجع درجات الحرارة نتوقع أجواء أن تكون باردة جدا خلال فترة الليل مثلا يوم الجمعة في الليل تتراجع عن الصفر المئوي الجمعة 9 درجات مئوية فقط خلال اليومين القادمين تسود أجواء مغبرة يوم السبت ترتفع قليلا 10 درجات مئوية طبعا الأجواء باردة جدا فترة الليل كتلة هوائية باردة وجافة تؤثر على المملكة خلال الفترة القادمة أشكر لكم طيب المتابعة العودة إلى علي ترجمة نانسي قنقر